مجز لأهم الأنباء طالبت الأمم والمتحدة الجمعة من فرنسا معالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن بعد ثلاثة أيام على إقدام الشرطة على قتل مراهق بالرصاص وقالت رافينا شيم دا ساني النطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جوناذ إنه حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجدرة في صفوف قوات الأمن هذا واستمرت أعمال الشغب في عدة مناطق فرنسية الخميس للليلة الثالثة على التوالي وأطالت مباني ومرافق عامة على الرغم من حظر التجول الليلي المفروض في عدة مدن حتى صباح الاثنين للتصدي لأعمال الشغب التي اندلعت منذ مقتل الشاب نائل في نانتير قرب باريس بيد الشرطي التهمة بالقتل العمد وتم حبسه وفيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 667 شخصا ليلة الخميس إطرى الأحداث التي اشتاحت عدة مدن يترأس ماكرون الجمع اجتماعا جديدا لخلية الأزمة لبحث تداعيات القضية قالت الخارجية الجزائرية إن الحكومة الجزائرية تتابع باهتمام بالغ تطورات قضيتنا إلى المأسوية وتحرصها على الوقوف إلى جانب الجارية في وقت الشدائد مؤكدة صمدها أو صدمتها واستياءها من وفاة الفتى بشكل وحشي ومأسوي والظروف المقلقة التي أحاطت بالحادثة وأوضحت الخارجية في بيان أن الجزائر على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن الذين يجب أن يتمتع بهم الجزائريون في بلد الاستقبال الذي يقيمون به قال المفوض والسامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن استئناف البعثات التقنية لمكتب مفوضات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أراضي الصحراء الغربية من شأنه أن يساهم في حل مختلف العقبات في هذه الأراضي المفوض الأمم أكد في ردوده خلال الحوار التفاعل للدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جناف أن مكتبه يواصل مشاوراته مع المغرب حول استئناف البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية بدوره قال ممثل الفوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أبي بشري البشير إن التصريح المفوض السامي يعتبر إشارة طيبة لسيما إذا كان بداية لمسار ينهي انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني صباح الجمعة ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت فلسطينيين عند مرورهم على حاجز عسكري شمال القدس المحتلة في وقت اعتقل الاحتلال شابا فلسطينيا من طباس شمال الضفة الغربية المحتلة كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني قرى قضاء ومدينتين نابلس واجنين وشنت عمليات دهم وتفتيش لعدة منازل تخلى لها إطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الدول الغربية لم تقدم مقترحات جدة لتسوية النزاع في أوكرانيا وأشار لافروف لأن موسكو أكدت دائما أنها مستعدة للنظر في أي مقترحات ذات طبيعة جدة مؤكدا أن كل ما في الأمر هو مجرد ثرترة بشأن خطط زيلنسكي على حد تعبيره بدوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فازيلي نيبينزيا أن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت ربيع عام 2022 بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأن شروط بلاده الآن مختلفة وفي وقت سابق انتهمت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا كييف بقطع عملية التفاوض انتهى الموجهة شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة